أقضى الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات قمة مع العهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث أكد الزعيمان رفضهم التهجير القصري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن كما حذر الزعيمان من خطورة دعوات تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي كما شدد على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطع غزة عبر معبر رفح البرية على نحو المستدام استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار القاهرة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية رحب السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر وأعرب الزعيمان عن الارتياح لواتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين واستعرض سبل تطويرها في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين المصري والأردني وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين حيث جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهل المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين وأكد ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام مع التجديد على رفض سياسات العقاب الجماعية من حصار أو تجويع أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي وذكر المتحدث الرسمي أنه جرى كذلك استعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن للدفع نحو التهديئة وحفظ التصعيد وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة اشتركوا في القناة